طيب خليني أروح طبعا أنا يمكن تابعت معاكم ردود الأفعال العالمية على قصة الخروج جمهير التراجي على النص قلتلكم من الموضوع قيد التحقيق في اتحاد الأفريقي ممكن تكون عقوبة أقولنا كل السيناريهات لكن خليني أقولكم من داخل تونس نفسها قرار بمنع جمهور التراجي تحت 18 عام من حضور المباريات في الملعب ده اللي اتكشفته بعض التقارير صحفات تونسية النهاردة أن الجهات الأمنية التونسية وتحديدا وزارة الداخلية في تونس قررت أنها تمنع حضور الشباب لأقل من 18 سنة من حضور المطشط وتحديدا جمهور التراجي بعد اللي ما تبعش يعني أول اللي يمكن يكون معرفش أنه حصل احتكاك بين جمهور التراجي التونسي وبين رجال أمن مما أدى لتأخر السيناري في المباريات تقل لمدة 35 دقيقة صحيفة فودفينكاتخ التونسية أو موقع فودفينكاتخ التونسي أكد أن الداخلية التونسية أصدرت بالفعل قرارها بدون الانتظار بقى لتحقيقات اتحاد الأفريقي صدر قرار من رزارة الداخلية أنها تمنع حضور الشباب اللي عندهم أقل من 18 سنة بعد المنظر اللي حصل فيه مباريات التراجي وشبابة القبائل وده على مستوى سلطات الأمن التونسية